السلام عليكم بناز كيف نتو مرحبا سليكم يوم غادي نشارك معكم نهاري اليالي كامل مصبحت الاشياء وما يمناقتوني انشاء الله ملت غادي ننود وغادي نوجد لوليداتي اول حاجة هم غادي نوجد لوليداتي اول حاجة هم غادي نوجد لوليداتي ومن بعد غادي نمشي نتخر لان نقصاني بزيب الحاجات وهنا هكا نوريكم باركو صراحة الدنيا خاوية تشي واحد ما كاين في الزنقاء يعني إلا إلا بطرشي واحد غصو يمشي تخر وصبين يعني كجرحة المطرديرو اول الانسان اللي يخدام انا يعمله هنا شوية ديالان انا عمله في محيبة صافيك مغاين لوحدو الزنقاء خاوية مرة مهم صراحة كان خرجو كان خطرو برسنا ولكي الحمد لله اللي كيكون بالانسان مهم غادي نخليكم مع الفيديو ومن تواشي لكم هنا يقيتوني يعني البستلية وخرجت كيف غادي ننتخر مهم كيف ما كتلاحظوا يعني كينا غير انا والحمام ما كينتشي واحد بزعقة مهم كيف ما كتلاحظوا يعني شارع خاوي نهائيا مفحت شي واحد خاوية مرة يعني أنا أقول لكم يعني إلا إلا شي واحد يعني غدا تلقاه ماشي خدام أو لا شي حاجا أولا مجي من يعني كيكون ماشي تخر ومجي في حاله صافي مهم أنا غادي قربت يعني كوندي تقريب عليها واحد السوبر يعني مركات واحد ضيق حدايا غادي ندخل للتاخر وانتوما مع الفيديو مهم أنا غادي ندخل للتابا غادي ننتخر غادي نشوف اللي نقصني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستة وربعة وحنا هي مغرب قد زدنا عندنا يعني امعات شعود وخنصة دقائق لهذا قد نضغسني شانا قوزينا قادي نستفت كل الصخرة اللي يجيبس ماهم غادي نملغر هيدا يعني شغير خفيف يعني ما غاديش مقا نستف كل حاجة في مطاعة ماهم قادي ندوزني شانا اول حاجة اللي غادي نعدلها هي الحريرة غادي غادي نغسل الطماطيش وهذا باش غادي نضعف الخلط انا كانت حنصراحة كل شي مع بعدياته لان رجلي ما كتعجبوش يعني الحريرة يكون تشربها او كيحسبتك للخيوط الربع او لخيوط ديال الطماطيش كيجبو اي ما يحسبت تشي حاجة في اللسان ديالو اي مهم انا يعني غادي نزكل شي في الخلط عندي الكرافوس كان عندي في مجميد جبتو يعني غادي نوضع كل شي في الخلط ثم كتلاحظو يعني معي في صورة اي مهم انتنا خليكم مع الفيديو باش ما نطور شي لكم في الهضرة يلا انتما مع الفيديو حتى الاخر. اهني كننغصيل فيه توماتيج ديالي او للطماطيم اه اه كو بحش كي يقول له اهني مشامك اقوله لها توماتيج او لماتيشة مهم حل في حل اه مهم غادي نكمل الرغس دياله او غادي نزول لها ذكر الرص دياله وذكر فقعني وغادي نزول لها احتزر رعا دياله وغادي نوضع تايف الخلط بالنسبة هذا اللي يعني مزود لمشي زريعة ما فيها شي ما فيه شي زريعة صراحة كانت يعني قصحة ماشي يعني الطماطش اللي كان عرفو دي الحريرة هدي صراحة مفيه شي نهائيا زريعة هنا غادي ننقي واحد بصلاح تاية غادي ندفل شوية دل ما في الخلط وغادي نوضع هاد البصلاح هادي من الاحسن الحريرة دينا نوضعه فيها البصل احمر احسن من البصل الابيض يعني صراحة كاتينا واحد لجوم سيون في الحريرة دينا وننقي بصلاح فسط من هادك الجليدة اللي كتكن اه بيناتهم فحل الورقة احتي هي اه فتحت الزول تحت هي بس ما ت بس ما تتمرر لناشي للحريرة دينا ولا هادا ما هي مغسل تحت هي وغادي ندوز انطحنا في الخلط سوف نخليها تتحلم زيان وغادي نوضعها على الحريرة ديالي وغادي نزيد الماء بش غادي نزيده للحريرة وغادي نخليها تضيب على خضرة هنا هي وضعت السمن هنا هي زيت الماء نصدق الورقة اللي تحنت به المكونات ديالي تنبهن هي غادي نعمل العدرية عملت الملح انا الحريرة انا عملها في القناة ديالي يعني انا غادي نخليهم لكم في صندق الوصف يعني لا بغيت تعرفوا المقادير مضبوطة غادي نخليها لكم في صندق الوصف يعني اللي بغا يشوف المقادير مضبوطة غادي يلقاها انا هي ضعت شوية ديالقرفة شوية ديالسكنجبير وقليل من الخرقم غير شوية سوف يعني هنا اشعلت عليها البطا اشعلت عليها غتي نخليها حتى صغل علي مزيان انا الحريرها هنا ما عملتش في كوكوتو حتى يعني ما عملت فيها للحم للعطمين يعني ضغية كتوجد معي يعني صراحة لم يكن قد عملت في كوكوتو يعني كعملت في طنجرة عادية هنا غدي نوضع سستومات معها يعني كما تلاحظو انا ما كان نوضع شي بزاف دير مطيشة بش ما كتجيش في هذك الحموضة بزاف وصفين غدي نخليها طيبة على خطرة بدمن ما غدي نوجد يعني الحويج آخرين هنا عندي الخبز كانس عندي في مجمد غدي نجبها غدي ندخلها ديال هامبوركيسة هدي ندخلها بدنا فرانا غدي نخليها يعني أنا عندي طيبة نص طيبة عاد غدي ندخلها يعني صراحة هيدا كجيني سهلة عاد غدي ندخلها تكمل تحمار ديالا عندي هنا هي الكفتة غدي نعمل غير هامبوركيسة صغيرة وضعت في الكفتة قليل من الفلفل احمر هنا هي عندي بودرة التوم زي هضيفت عليها وقليل منها كيمون يعني بقود الزربة ما كانش يعني ديكشي بمعلقة ولا شهاته يعني غير بالزربة يعني ديكشي صراحة الوقت كان القصير عليها بزف وكتعوفيني مغرب ما كتقرب كتقرب تضغطت معك هنا يوضعت روية ديالكنور ديالا بقريف الحريرة حتى فتحت المشارة ديالا العطرية عاد شفته بالنسبة للكفتة وضعت قليل من الربع يابس هنا هي غدي نتف الملح والقليل من الابزار وغادي نخلط يعني الكفتة مزيان حتى تجمع لي معها لقامة العطرية ديالي معه كاملة المهم هنا غدي نوضع يعني مقلع فوق النار باش تخلي وغادي نوضع فيها قليل من الزيت وغادي نبقى نشكل كورس ديالي ديالكفتة أهلا عاد شكل هذا وهذا غادي نقام نضرب عليهم سوف في أنا تحصل على نياء لأ أربع ديالكوير ديالكفتة غادي مقام نضرب عليهم باش غادي نوضع من فوق النار باش يطيب لي أهلا لها تشكل هذا يعني لابا يطمات عملوها بالقطعة يعني كتضربوها كاملة ودك سا كتقطوها يعني باش كتلكم نفس دوائر متساوية مع بعض ديالكوير مهم أنا هنا يبدو نوضع كتديالي فوق النار وغادي نخلي محتر يطيب ومزيان وغادي نقص محتر العافية شوية يعني يبدو من نوج الحاجات آخرين صفي كب نضرب عليهم غال على شكل هذا وغادي نوضع محتر وم فوق النار وغادي نوضع البيضات غادي نوضع مباشية تسلقو هنا غادي نجيب اللطة جبت اللي كنت وجدت معكم ها ما عندي يعني في القناة غادي نوضع محتر ميت طيب وغادي نوضع معاهم احت الخوز باش يطيب في دقة واحدة يعني يوقع ندخل وان باش من تعطل شي بالسف عملتم ما وعطيتهم وغادي ندخل لهم من الفرن يطيب ومر مرة مرة نرد بالي لهم باش ما يتحرقوا لي شي لان الخوز ضغية غادي دفع غادي ندوز باش نوجد الشلدة ديال الهمبورغيسا غادي نجبد الخاص غادي نقطع الوريقة ما صراح ما غادي شي نحتاج بزاف منه مهم انا كان زول له ذاك الراس حي تلقيت هو يعني معاه النبيرة في حل يعني حل يدبل مهم غادي نزول غير قليل منه على شكل كذا نزول منه حتى ذاك العرق ديال وتحت ثانية صراح ما كي جبون نيش حتى يكون غلطين يعني غادي نحتاج غير اللي كان قطع غير لوسط ديال هو اللي كان حتاج ه في يدبل غادي نزول الكفسة باش ما تحرق لي شي وغادي نوضع البيض باش يكمل طياف دياله وهنا غادي نقطع الدوائر ديال الطماطيش ولا لا تشكل هذا يعني دوائر رقاق مهي سأليس من تقطع ديال الطماطيش غادي نهوز الخاص غادي نتاين نوصل له وخلي ستقطر مزيان من الماء باش ما تزق ناش الخوز ديالنا هنا عندي الحميس معلب غادي نوصل مزيان وقطرت من هذا ولكن هنا اخسرت فوسط القرعة ديال يعني ما ها كتعرف الزربة كتعملة وعملت الحريرة باش يكمل هو صراحة كيكون طيب غير باش يزيد ديال شوية كي تدخل فيه ديال الماضق ديال الحريرة فيه هنا يجبط شوية ديال الزيتون احت هو غادي نقطع غادي نوضع في فوسط العمبورغي ست غادي نقطع مع دوائر القاق لتشكل هذا وخلي غادي ناخذ واحد تبصيل لغادي نوضع فيه هاد شي هذا يعني باش ملي التبليل خوز ديال هامبورغي ست يعني يجبني كل شي سهل يعني كل شي حدا يكون مجد ما كبقاش عا كبقا نفتش لأي حاجة فعينية سفي غادي نقطع لجناب وغادي نقطع الباص اللي غادي نعمل الحشوة ديال ديال شوص هي اول حاجة غادي نقي بصلا ديالي غادي نغص وغادي نقطع على قطع صغير شلدة يعني كما تلاحظوا يعني في فيديو ذي يعني كي غز ذرب لكن الوقت هو اللي كي يعمل انسان يعني ملي كي نط بكري وهدا يعني كي يكون عنده واحد الوقت يعني طويل ارى ما يعمل فيه ولكن انسان يكون ينض مع الطال يعني صراحة كي بقى ما كي بقالوش الوقت في يعني يعني يعمل بالزب ديال الحاجات او لا شي حاجة مع دراري مع يعني شغل ضد طار صفي يعني كتلف ما نكمل التقطاع ديال البصلة غادي ديال هامبورغيسة غادي نوضع فيها يعني باش ما مبقاش عبت نقور علي بزيف ديال القشح غادي نوضع قليل من الزيت فيها وغادي نوضع البصل ديالي بفصل يعني انتك المقلة هادي كنيتة مهم غادي نزول الحريرة غادي نزول نخلي الالتقيق والاخر حاجة عاد غادي نطيف ديالي باش ندوس نوجد يعني شو عاد نرد الحريرة باش تكمل الالتقيق ديال عاد نوضع فيها يعني الدقيق والشعرية مهم هادي نطيف بصل حتى يتبلي مزيان ويتاح ما يبقاش يمش بار فرس وهنا هادي نوضع غير الملح والإبزر فقط ما غادي نون مل يعني اللقامة اخرى وغادي نخليها تقل مزيان حتى يعني كتطح مزيان ما خاس نش نحس بها يعني بلي بقى خضرة يعني كيف ما تلاحظ يعني حتى كترجع اللون ديال دهبي مزيان صف على هات شكل هدا كيف ما تلاحظ غادي نضيف لها العلب ديال التون غادي نوضع جوج ديال العلب أنا هن اللي فيها نهائيا الزيت باش تشوصون لانا كجينا مع فاز كيشي وكجينا مزيونة مهم غادي نوضع التون مع الباصل وغادي نخلط مزيان مكونات براتيتهم وغادي نعمل زيتون حتى هو مع القطعت تاب هنا وجد التحين والماء اللي غادي نوضع في الحريرة لان هنا كانت سبعة والزيادة عفوا انتم مكونات لاحظوا يعني الروينة الزربة ولكن ماشي مشكل يعني جيت مع غير الماء والطقيق ما جيت مع شي حاجة آخر غادي نطحنا مزيان حتى ما يبق لي شي ديال الحبي بات ديال نخد القويرس اللي كتسكو هنا من تحين والماء باش ما كتجي نشي في الحريرة في هذي كلاكل ما غادي نحرك هيدا على تشكيل هذا بشوية بشوية حتى كان كوب الخالد ديالي كامل صافي غادي نخلي غادي نقص على العفية مهيلة باش الدقيق اللي الدقيق اللي وضع سفي الطنجرة ما تحرق الناشي في القاع وخصني ضروري مقان دوري دي مرة مرة دوز دي فيها باش ما كتتحرق الناشي الحريرة دينا وغادي نوضع هنا صراح الحريرة ما كتجي مني شي يكون فيها بالزاب ديال الشعرية كان نوضع غير هيدا يعني قليل من ديال 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 كان غمر فيها غير شوية وكان كب ثم يعني نفس كز ديال العنب هي اللي كان وضع ما كان وضع ش بزيب صراح غادي مقان خلط هيدا بشوية بشوية باش ما تتحرق الناشي هنا عندي العجين المورق كان عندي بكون خلع دور ولكن جبته بالصباح بكري مع صاح مع يعني مع الفجر مع ست صباح جبته احتاط القطر سامسيان على هات شكل هاد وضع على جانب وغادي نتوز نوجد العاصر هو أول حاج غادي نوجد باش نعمل في النبير باش يبرد دبوت الكسف الخلاط غادي نضيف هنا الفريز والفارولة والموس كانوا عندي في كوخيل دور غادي نضيف عليها واحد العلبة ديال دانون اي وغادي نوضع واحد الحبة ديال البربا صراحة جيجاد العاصر رائع عندي هنا صراحة يعني ديال معلبة مشيطرية غادي نوضع في الخلاط تحت هي وغادي نضيف سكر سكر على حسب ضوء ديالكم يعني انا يعطيتكم غير الفريكار بسيطة يعني الى طبقوها وإلى عجبتكم مهم هنا غادي نطحن يعني كل شي ما بعطيته هناك ما كنتلاحظو يعني انا عندي الموس وال جم دين ولكن مشي مشكل يعني باش كأصلا يعني كمقدنا العاصر يعني بارد غادي نضيف ولا شي حاجة المبارد انا هنا كان نوضع يعني قبل ما كيدخل رمضان كان وجد هيدا الفروطة او الحاجة الخضر ولا شي حاجة يعني غادي دون الوقت في شهر رمضان يعني كانو جدو من قبل وكانو وضعو لكو خلا دور باش كي جوني ساهلين غير كان جبد وكان طيب او لغي كان جبد وكان طحن صراحة يعني كتجيني هيدا ك ساهلة بزب ما يبني سريز مطحين هدي الخبز هاو ما طابو كيف ما هدي ندوز نعصر اللتشين باش غادي نضيفو على العصر ديالي ما يمنع نكمل التعصر ديال اللتشين حتى نسي كامل ومرة مرة كان حرك يدي في الحريرة باش تقيق ديال ما كلصق شي في القاعد ديال الطنجرة يعني ضروري هاد المرحلة هدي باش ما كان ما كان تحوش في شي خطورة ديال الفطور ديال رمضان كجي صعيبة نهار وتين وقفة وتين كتعد در فالاخر تحرق لك واحد الحاجة ومن هيا سريت من الطحين ديال الجين غادي جيبت واحد الصفاحة حتى هي غادي نوضع مع العصر غادي نقي ها عزول القشور ديال سنسليها كاملة وغادي نوضع زي على العصر موسيقى موسيقى مهم هنا غادي نقرب الخلط ديالي غادي نوضع فيها الصفاح غادي نقسم على الاجوج وغادي نضيف الخالط ديال العصر اللي عصر سمعكم من قبل غادي نضيف غير نصف ديال ما غادي نضيف ه كامل وغادي نضيف النصف الاخر من اللي تتحن كامل صف هنا سريت من الطحين غادي نجيب واحد الان غادي نوضع الخالط ديال العصر اللي تحن مع بعض وغادي نزيد قليل من الماء انا الماء هنا صراحة كان وضع الماء ديال اللي كان شري من الزنق ما كان وضع شي الماء الصمبر اللي كان ديال ديال دار لان انا كيقول صراحة ماشي مزي ندد الانسان وما يعني كان جنب الخطورة على الصحة ديال كيما كتلاحظو يعني غادي نضيف غير قليل من الماء ما عادي ش نوضع بالزف لان يعني ما يعني عصر يعني يخفيف ماشي يتقيل اي لكن يعني حس ان ما مطلو شي بالزف ديال الفروطة عملت سحب حب من الحاجة وغادي نطحن كل شي ما عادي تو ما العصر ديال ها ووجدلي غادي ندخلو النبير باش يبرد وكيف ما كتلاحظو هنا الحريرة مرة 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 كنخلط لها هيدا باش ما كتلسق ناشو طبع غادي ندوز من همبورغي ساس باش غادي نعمرهم ونتهن منهم وغادي ندوز باش ندوز نشص ونعمرهم هنا اي اصب ما كتلاحظو كيف كنفتحو غادي نفتحو كاملين على تشكل هذا ضروري سنا كل حد ما نفتحو ها نخلي لأ ديها لحدها يعني باش ميجي نشتوها كنعرفو باللي دك فق عنية ديال الخبز ديال ودفع غادي ندهن شوية ديال ما ينس هي اول حاجة غادي ندهن في الخبيز باش كي نرط ما يبقى شي يعني قصح ولا يعني كي كي جي نفتحو كي جي نزع ما صراح ه مزي هنا غادي ندهن على جكل هذا ودفع اول حاجة غادي نوضع الخص غادي نحاول نقطع الجوج وكن نوضع غير هيدا وغادي نوضع جوج ديال حبات ديال الطماطيس وغادي نوضع الكفتة وقليل من الزيتون غادي نحاول دك الزيتون يعني نستفو باش ما يتحن ناشي زيتون يعني سراح اختيار دلكم إلا بغيت وغادي نوضع الجبن مربع وغادي ندهن الطبقة البقنية بشوية ديال كيتشوب وغادي نوضع فوق منا على هات شكل هذا مهمنا غادي نستمر على هات شكل هذا كامل حتى نسال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على جنب وغادي ندوز دفع نوجد شوصون اللي غادي نحضر معكم هنا وضعت كونت بصلا قلي تم زيان والتون والوضعت سيتون البطاعة الصغيرة ونه غادي نضيف جوج البطاعة مسلوق محقوق يعني اختيار للكم يعني شنو ما بغيت توضع كتوضع هنا غادي نوضع قلي مايز حتى هو اختيار للكم اللي غادي تضيف كاي اللي كامل غير البد والتون وشوية زيتون نحسن بصلا مكامش ولكن بصلا صراحة يعطينا واحد الماد دقرة وعاف الشوصون ديان وغادي تجرب ان شاء الله وغادي يعجب كم طبع حال يعني إذا عجبت كم الوصفة ديال لي هنا غادي نوضع العجينة المورقة غادي ندلق مزيان وضع تقليم من الدقيق فوق السطح العمل ديالي وغادي نطلق العجينة حتى تطلق نيد مزيان خسني ضروري نحصل على اوحظ العجينة اللي تكون نلقيقة مزيان وغادي نشكل على تشكل هذا يعني دائري حتى نكمل العجينة ديالي كاملة وتقطع وعاد غادي ندلز مجم نعمر في شوصون ديالي مهم دبا غادي ندلز مقا نعمر في الحشو ديالي فوصل الورقة غادي مقا نوضع على تشكل هذا نوضع القليف الوسط و نشد الجوانيب بالاسباع ديالي وهذا غادي نوضع كند كاله ب فورش على تشكل هذا مهم انتم مع الفيديو حتى اللخر طب هالحال الى عجب كم مهم انا وضعت كاعد زبدا فسط اللط ديالي لغادي ندخل فسط الفرن يعني بديت نعدل وكن وضع فيها وان نياء جبت البيضة خلط مزيان وضعت فيها قني من الخل والملح وغادي مقان نروش يعني غادي مقان ندوز عليهم منفقي باش كاعدين ذاك اللون الرائع منفقي ذاك اللون الدهبي مهم انا غادي نصمر على الدهن ديال الشصون ديالي احسن سليهم كاملين ودبا غادي ندوز اللشا غادي نمل الماء في البرماء غادي نخلي يسخون مزيان وغادي نوجد الخضر ديالي انا هنه غادي نعمل الجداد بالخضر غير بتعطو شوية ديال الجزل وشارية السينية غادي نعمل يتبخر واتم غادي تشوف يعني اللقام اللي غادي نوضع فيها هنا هنه عندي قصبر ومعاد نز ياب سين مهم منتو ما الى كان عندكم الطريق مزيان انا هنا الحكم يعني كل شي يعني بعد ليا كان شري وكان نوجد في الكونخلادور يعني ميكان حتى شي عاجة هنلقاها مهم هنا يعني ثمان قبطة ديال درهم كان كاملة تقريبا يعني كان وضعها كان قبطة لها مزيان وكان وضعها فحض اليناء اللي غادي نخلطو فيها العطرية ديالنا هنا يوضع جوج ديال معالك كبار ديال سوجة غادي نوضع قليل من الكيمون وغادي نضيف القليل من البدر السوم غادي قليل وغادي نضيف هذا القليل من الخرق معفوا وغادي نزيد قليل من الزعفران غير قليل من الزعفران لانا كنزعفو كتلاق اللون ديال وبسرعة ما خصناش حنا يجينا المكلة ديالنا صفرة بزف نا غادي نوضع قليل من سكنجبر وغادي نضيف الرباء يابس غير القليل حتى هو اللي عنا كعطينا وحط طعم رائع وغادي نزيد الضمط قنور ديال الدجاج وغادي نضيف قليل من اللي بزر وطبع الحال الملح الملح اللي حسب التوق ديالكم ون عندي جوج فصوص ديال تعزيج طري وانا غادي نوضع قليل من زيت المائدة او الزيت السيور غادي نوضع ثمان نسف كس ديال الزيت ما يكون عمر بالسف ما يبقى نضغط على الربعة ديالي باش تبلي يضغي وغادي نحاول ندخل يعني ديال العطرية مزيان في الربعة وعادي غادي نوضع الدجاج ديالي باش يشرب لي ديال الخليط ديال العطرية اللي عملت على الشكل هذا ودبا غادي نوضع تجاج غادي نوضع باش يشرب لي مزيان وغادي نقلب حتى تشوف يعني تجاج ديالكم باللي يرجع كامل بالعطرية وغادي نوضع على جانب غادي نخلي واحد مدة ديال يعني بنسبة لكم باش يجيكم لديد ورائع يعني من الأحسن يعني تبييته إلا بغيته أو لا يعني لو كنتم تزروبين وليش حاجة كتعمله قبل باش نف ساعة ولكن أنا هنا غادي نوجد ضغية ما غادي يش شرب لدك هذا غادي نوضع ضغية لأنا تما كتعرف ساعة كتر وهنا يقول لكم كانت شيز سبعة وزيادة والمغرب كتدن عندنا محد تسعود مهم هنا غليت الماء وضعت بها شعرية الصينية غادي نخليها غير تلق راسة يعني يغير تشوف ها تفسخت وزوها من الماء مخصنا شي تعجل مهم هنا غير تشوف ها بدات تطلق على بعض تيت نصفي ها من الماء حيث هنا باقي نوضع في التبخر يعني غير على تشكل هذا صافي غير شفت ها صافي رخ راسة غادي نصفي ها من الماء هنا ثم كتشوف وكن حاول نور لكم بما أمكن يعني باج ما اضحو شي في دك ل باج شي مزيان مهم أنا غادي نوضع الخضرة ديرية اللولة في الكسكاز غادي نزول الدجاج ديرية كما كتلاحظو يعني خليته يعني تقريبا غير واحد خمس تجر دقيقة بما مشيت صليت العصر يعني كنت باقي ما صليت وشي وحاولت هيدا نزول الجداد من اللقمة اللي وجد أنا حاولت نوجد اللقمين كتير باش غادي نخلط فيها الخضرة ونخلط فيها حتى الشعرية ديالي مهم هني هادي نوضع الدجاج على جنب وغادي نوضع الخضرة في نفس هاد المكونات اللي عملت غادي نحاول نخلط مزيان حتى تشرب لي ذك اللقمة وحادي غادي نوضع في الكسكس على هات شكل هذا يعني يعني كنقلب فيها هلا شكل هدا حتى تشوف يعني شربت لكم لقمة وعادي يعني ما عادي شنا ملوها مبخرة غبي بملح وكايمون يعني يعني احنا ملوها مبخرة بلقمة كاملة وصراحة كجلدي دا ورائعة وكنت منها تجرب وانشاء الله وغادي تنال إعجاب لكم طبع هن غادي وضعها هي اللولة ونحاول ما نهرق شي دا اللقمة اللي بقنا نحاول نقوم نوز الخضراء هيدا بيدنا باش اللقمة تبقنا في الإناء دينا باش غادي نخلطو شعرية فيها ما انا غادي نستف الخضراء على هات شكل هدا كما كان تلاحظو ما يحسن نحاول نستفاك مزيان فرح هات شكل هدا ودبا غادي ندوز باش نعمل شعرية غادي نخلط ها في البقايا ديال العطرية اللي بقتنا اتو ما كتشوفو كيف اش يعني في هاد اللقمة غادي نخلط فيها شعرية باش زي كتدخل فيها صراح ديال اللقمة يعني كتجينا ملحة وكتجينا في هات المادق رائع صراح كدي وعرك مقام فسخها هات شكل هذا مانا حاولوش نعجنوها بيدانا نغير نحركوها هات شكل هذا او يعني انا استعمل تدي انتو ما يمكن تستعملو غير فورشيت تبقى تقلبو فيها على شكل هذا وحاولو تبقى تفسخوها من بعض ديال باش ما تعجل ناشي من نعملوها في الكسكس يعني تبقوا يعني هيدا كتحركو وكتحاولو تفسخوها لبعض ديال انا وريدكم يعني كيفش ودبا غادي نوضع الدجاج ديالي واول حاجة فوق هاد الخضر غادي نستفعل هاد شكل هذا حتى نكمل كامل صافينا على الشكل هاد والبقية اللي بقتنا يعني فالقام ما كان سيب اشي يعني نضيفها كان نحاول نخويها على الدج ديال انا هنا اختيار للكم انا هنا قطعت شوية من الزيتون غادي نضيفه مع الشعرية الصينية غير يعني كمية قليلة اختيار الى طبيعة الحال غادي نقطع على الشكل هاد اوحد خليطة صغيرة باش الزيتون يعني دخل نفس الشعرية وغادي نوضع فوق الدجاج ديال على شكل هاد غادي نوضع فوق منا ونحاول يعني مي نكبو نحاول نفرق ها ما نخلي واشي هيدا يعني هاد كان نحاول نفسوها وحن نضع هيدا في الكسكاس غير على شكل هاد وغادي نضيف الزيتون اللي بقان لي في الان ديال ما يصفي غال هاد شكل هاد ودبا غادي نضيف هاد غادي نوضع على الكسكاس اللي صخنت الماء من قبل غادي نوضع من فوق من هاد شكل هاد وهنا يعني الماء العطرية ديال اللي كوس حط عليها الكسكاس يعني نضيف عليها يعني ما كان هرق عشي يعني نضيف فوق من صاف هنا غادي نخلي احضر طيب لي على خطرة مهم صراحة انا هنا مجهدة العفية بزاف ولكن عملا الماء كثير في البرماء باش ما هاد طيب مزيان وغادي نضيف باش شفو كيف اش يعني وجد التفصيل ديال لاشا ديال ما كما كان تلاحظو يعني هنا هو طاب لي هنا يوجد واحد تفصيل اللي غادي نوضع فيها الجداد والخضرة ديالي لشكل هذا يعني وضعت وغير فوق الكسكس وقلب كل شي على بعض يعني لا تشكل هذا وصافي يعني كانت من الصراحة هنا الاجب ديالكم الصراحة كيجي رائع بزاف ومهم انا انا يورد كم يعني لش ديالي كيف نوع لكن يعني غادي نخلي هو اخر حاجة احضا غادي نفطر وهذا عاد يعني كننزلو العشاء بوحدته يعني ما كان نزلو شي مع الفطر مهم بناس الفطر ديالي ها ووجد كانت من الاجب ديالكم عملت هيدا شوية ديال سفو شوية ديال بيت مصلاق الرغيفة كانوا عندي في المجم ده مجبته مسخن توم مسني وحبري ردقتي العصر اللي وجد معكم وضعت واحد القرعة ديال الحليب هما 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 جوالها تشكل هدا مهم فطرنا وسلينا ونضنا نلحد ونشغول يعني اللي كيكون كنتنا اي مرأ في كوزينا مهم هما هما يوضعت النص بالأبخية لما شين تلقش ونص غادي نغسلو بيدك ما كتعرفو يعني كل شي في الماكين را ما اخذي شي ته وعد في رمضان كتعرفو يعني قشاشا كيتجمعو بزا 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 مهم انها غادي نوضع غير القليل من العواني وغادي ندوز غادي نغسل النص الاخر بيدك مهم هما 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 فيديو حتى الاخير ان شاء الله إلا احنا ندوزنا الحدقاء ونغسل المواعين مهم انتو ما كتلاحظو يعني ضروري يعني اي مرأ اي دار كتفي لله كتلقى هاد الروتين هدا اللي كيكون فضر دائما يعني مر اي حاجة كي نفضر يعني ولو كي مرها تعب ضروري من تعب ولكن الحمد لله وربي يعني كيكون معنا وعطينا واحد القوة و كان قدروا ونصبروا وكان نكملوا من نهار دينا عادي فحالي ما كي احتشي حاجة ولكن الحمد لله يعني يعني ربي كيكون واقف معنا وعطينا واحد يعني قوة واحد صبر يعني صراحة يعني الرجل اللي ما يقدرش يهوز هدش هذا يعني عندهم مشاغل ديرهم يعني كتكون الزنقاء والخدمة كتيرة وقيلة والصيام ولكن حتى المرا كتكون يعني بواحد ضغوطات يعني كتيرة مهم انا غادي نخليكم يعني مع الفيديو حسن اللحار وكتونين الانجاب ديركم موسيقى مهم بنات صافي قارب تنساني يعني جمعة الدنيا جمعة كوزين نديري وكحمد لهو كنشكر همي كنشوف على هات شكل هذا صافي بديت كنش مع قشوع ديالي كنش تفهم يعني ما كان خليهم شي في لبخ مهم من هي كان يوريكم المطبخ ديالي يعني الحمد الله كان رزح من اللي كان شوف على هات شكل هذا يعني ما في شي قشعة بنسبة هذو يعني كخلي محتاج قطرهم زيان قعد كنش مطعم مهم كان تمنين الاهجاب ديركم فيديو وإلا عجب كون متسنسوش تشاركو مع عسيقات ديركم على الحباب ديركم وتخلو لي شي تعريق مزيو وإلا أول مرة كتشوف القناة ديالي متسنسوش تضغط على الجرس بس تبع كل مواجه ديالي وخليتكم على خير وبصحة ورحة ورحة اشتركوا في القناة